السلام عليكم اليوم هنتكلم عن السبسس والسيبتيك شوك اول شي نجي نتكلم عن السبسس السبسس هو شي مرة صعب ولازم نتعامل معه بسرعة ليش بيحصل بيحصل بسبب يعني فيه انفكشن والبيشنت بيتعامل معه ماهو بالرسبونس الطبيعي فاول حاجة لازم يكون البيشنت suspected او proven infection يعني لازم يكون فيه انفكشن في المعادلة لانه احنا قلنا اساسا انه فيه disregulation للرسبونس او disregulation of response فلازم الانفكشن يكون موجود الثاني شي معانا يكون اللي هوش signs of systemic inflammation زي اش عندي زي الفيفر زي لازم يكون فيه تاكيكارديا تاكبنيا بيصير فيه generalized edema بسبب الكابيرذي leak ممكن يحصل معي كمان organ dysfunction وبناء على السمتم اللي بيحصل أو بناء على السينزة اللي بيحصل هقدر أعرف إيش الأورغن اللي يصر له المشكلة لو مثلا أثر على السينس هيصير فيه altered mental status لو أثر على الهارت أو الكارديوفاسكرا هيصير فيه عندي hypotension لو أثر على الrespiratory system حيصير فيه acute respiratory distress syndrome لو أثر على ال liver حيصير فيه jondis لو أثر على ال kidney حيصير فيه oliguria بناء على السين أو السمتم هحدد إيش الأورغن اللي حصل له dysfunction ينجي لبعد كده اللي هي إيش الdiagnosis الdiagnosis أو في عندنا الdiagnostic criteria عندنا الكيو صوفا والصوفا الكيو صوفا بتكون لأي سيو بيشنت والصوفا بتكون لأي سيو بيشنت الكيو هذي اختصار لكويك فهتكون سريعة نستخدمها في الأي آر بناء على أشياء سريعة ممكن نشوفها زي ايش؟ زي عندي الألترد منتل سييتس اللي هو الجي سي اس بيكون عندي أقل من 15 بيكون في high potential والستوليك بلد بريشر بيكون أقل من 100 عندي كمان التكبنية والرسبيراتي الريت بيكون وقل الـ 22 اثنين منهم وأكثر أنا أقول عنه سيبسس هذا في الـ ER طيب بالنسبة للصوفا هتجي على ستة أشياء حقون أنا الـ ICO أنا عارف بعض الأشياء فأحدد عليها أكثر هي ستة أشياء في واحد حفظنا إياها الله يزاها خير ندينه تحية من هنا أربع أشياء نازلة وشيين طلعين اللي هما الجي سي اس يكون نازل الأكسجين بينزل عندي كمان اللي هو البليتلت والبلد بريشر الشيين اللي طلعين اللي هما الكرياتين والبليروبين هذا بالنسبة للصوفا طيب كيف نقول إذا الشخص صار عنده سيبتك شوك بدل من السيبسس لازم عشان أقول عنه سيبتك شوك لازم تتوفر في الأشياء اللي ذكرناها في السيبسس زيادة عليها إنه بيكون عنده لازم عشان يزداد الماب لفوق الـ 65 لفوق الـ 65 احتاج فاسو بريسر إذا أعطيته فلويد وما زاد المين ارتيريال بريشر لفوق الـ 65 واضطريت أننا أعطيله فاسو بريسر أعطيه هنا وقتها أقول سيبتك شوك وبرضو لازم يكون في شيء ثاني معايا اللي هو الشيء اللاكتك أسد فوق الـ 2 ميلي مول وبرضو الشيين دول لازم ديس بايت الـ فلويد رسستيشن يعني أنا أعطيت فلويد وهذا اللي نتكلم عنه بعدين في المينجمنت إذا بالفلويد لا تحسن اللاكتك أسد ولقيته فوق الـ 2 وأحتاجت برضو بعد الفلويد أحتاجت أن أعطي فاسو بريسر عشان أرفع الماب فوق الـ 65 أنا أقول عنه هذا الشخص سيبتك شوك طيب نيجي للمينجمنت المينجمنت عندي اختصار Our One Bundle Our One Bundle اختصار لخمس أشياء خمسة ستيبس نمشي وراء بعض عشان نبدأ المينجمنت أو سيبتك شوك يعني أنا أقول الكود ده أعملوا الـ أور ون بندل خلاص حيبدأوا اللي حنقوله ده حين أول حاجة يسحبوا دم يعملوا مجر اللاكتك أسد وهم مدامهم قاعدين يسحبوا دم ياخدوا كالتر ياخدوا كالتر لأي بادي فلويد موجود عندي فأقول أنها بان كالتر وأعمل الكالتر قبل ما أعطي الانتي بيرتكس ثالث حاجة معنا خلاص بما أني سحبت اللاكتك أسد وسحبت البادي فلويد أو الدم أو أي كان اللي موجود عملت له كالتر أبدأ الامبيريك أنتيبيوتيك رابع حاجة أبدأ الفلويد تريتمينت واللي هيكون كريستل لويد ثلاثين ميلي لكل كيلو هذا بالنسبة للكريستل لويد آخر شيء معنا هيكون بناء على الريسفونس للبيشنت إذا تحسن خلاص أنا حوقف على هنا إذا ما تحسن ولسه هايبوتينسف هاضيف معاها الفاسو بريسر خلينا نغير لونها إذا ما استجاب للكريستل لويد أضيف الفاسو بريسر إذا كان هايبوتينسف وهذه اللي ذكرناها إنه هادي إش التعريف السيبتوك شوق نعم المراجعة سريعة عندنا السيبسز قلنا هو بسبب ليش للإنفكشن لازم يكون في عندي إنفكشن proven أو suspected signs of systemic inflammation ذكرنا الفيفر الجلز الليف ريسز تاكيبنية تاكيكاردية الجنوليز إديمة الفيفر ممكن ما تكون موجودة في الأشخاص زي الميون ايت زي مثلا أنا عندي الميون كومبرميز دول كلهم برضو ما يبان عندي الفيفر فيهم دياغنوستي الكريتيريا بيكون عندي الكيو صوفا في ER وهذا الأشياء اللي نعتمد عليها الصوفا في ICU والستة أشياء اللي ذكرناها السيبتيك شوك لازم يكون في عندي سيبسس زائد إنه أعطيته فلود وما تحسن اللاكتك أسد لسه فوق التو ميلي مول والماب لسه أقل من 65 ويحتاج فاسو بريسر عشان يترافع المناجمنت ذكرنا إنه اختصار له أور ون بندل 5 ستيبس اللي هم أسحب لاكتك أسد أو أسحب الدم وأعمل مجر من لاكتك أسد أخذ كيلتر بعدها أبدأ الامبيريك أنتيبيوتيك ما أبدأ الامبيريك أنتيبيوتيك قبل ما أسحب الكلتر بعد الامبيريك أنتيبيوتيك أعطي كريستيلويد 30 ملي لكل كيلو آخر حاجة إذا ما تحسن أضيف معاها فاسو بريسر إذا كان هايبوتينسيف وما تحسن للفلويد أعطي فاسو بريسر وبس كده خلصنا